طلابي أحبابي وصلنا على السؤال الثاني عشر من الجلسة الامتحانية للمراجعة المتتاليات هذا السؤال 12 من الجلسة هو نفس السؤال 12 اللي موجود بالمنهاج بدرس نهاية متتالية صفحة 139 رح نقرأ الطريقة الامتحانية للسؤال من الجلسة الامتحانية مربع A0B0C0D0 هذا المربع بالرسمة الكبيرة هون خلوك أنا عسار الشاشة الرسمة نقرأ الكلام من اليمين والرسمة من اليسار طول ضلا هي عشرة يعني من عند الB0 للA0 عشرة تقع على أضلاع رؤوس مربع آخر يعني عضلها A0B0 هون حطينا رئيس لمربع جديد هون رئيس لمربع جديد رئيس لمربع جديد رئيس لمربع جديد نرمز له S1 لذلك الرؤوس من نسميهم A1B1C1D1 حيصوا A1A0 المسافة من هون لهون واحد طبعا المسافة من هون لهون كمان واحد والمسافة من هون لهون واحد والمسافة من هون لهون واحد بالمثل نرسم مربعات أخرى طبعا كمان من أضلاع لهذا المربع واللي هو S1 رح نرسم مربع تاني هو S2 وهكذا حتى نصل إلى SN لاحظوا ان كل مربع يرسم انطلاقا من سابقه كل مربع يرسم انطلاقا من سابقه فطول ضلع المربع الأول كان L0 طول ضلع المربع اللي بعده L1 المربع اللي بعده لك لاحظ المربع الأول كان طوله عشرة طول ضلاء المربع الأول من عندها الصفر لعندي صفر وآخر مربع المرحلة N طول ضلاء بنرمز لها LN إذن هون عنا منتطالية تدريجية أول طلب أثبت أن LN زائد واحد أكبر أو يساوي الواحد أصغر أو يساوي LN العملية بسيطة جدا شو شو غيرنا نعمر خليك ما يعال حل بجيال يسارية من الشاشة رح نقص هذا المسلس أو هذه المنطقة المرحلة الأولى يعني المربع الأساسي والمربع الثاني اللي رسمناه من المربع الأساسي فبتطلب معنا هاي الرسمة إذن هاي المرحلة الأولى رح نحط علي أطوال الأضلاء من عند A0 لعند A1 هاي المسافة الصغيرة طولة 1 تمام؟ ومن عند A0 للB0 طولة L0 طب هاي القطعة الصغيرة هاي من هون لهون شو صارت؟ اللي كبيرة كلها L0 وعليسار واحد هاي فهي بتكون L0 ناقص واحد هاي المسافة الصغيرة وهاي المسافة واحد وبين A1 والB1 هي L1 تمام؟ هاي حطينا طبعا ليش L1؟ لأنه هذا الطول ضل على المربع الثاني اللي رسمناه بانطلاقة من S0 واللي كان اسمه S1 رح نعمم هاي التسميات للمرحلة N زائد واحد شو يعني للمرحلة N زائد واحد؟ بنا نعتبر طول ضلع المربع اللي بنا ننطلق منه بنا نسميه مثلا LN كلها اذا رمزنا من اليسار AN الرأس اللي بعده شو بدي يكون AN زائد واحد طيب هون اذا كان الرأس الاساسي BN اللي بعده شو بدي يكون BN زائد واحد هلا بنجح نحط الاطوال بين AN والAN زائد واحد هي المسافة واحد لأنه كل المربعات عم يطلعوا نفس الشكل والطول الاساسي الكبير هو LN بين AN والBN معناها بين AN زائد واحد والBN زائد واحد قداش الطول يا شباب هو الطول الكبير LN ناقص واحد ممتاز نجي هلأ عرفنا لهالطول من هون لهم هلأ طور رح تلزمني بعد شوي الBN BN زائد واحد هو طوله BN هو طوله واحد كمان بين الAN زائد واحد والBN زائد واحد هو LN زائد واحد طبعا هؤلاء AN زائد واحد BN زائد واحد معناها طول الضلع مرمز له N زائد واحد مثل هاي كانت B واحد A واحد فرمزنا لL واحد إذن هاي هنا الرسمتين اللي أنا بدي انطلاق منه كيف بدي حل هذا السؤال الحل بسيط جدا رح نسترده مع بعض بحلول الجلسة موجودة بالصفحة 30 أعتقد الحل هاد ننزل على الصفحة 30 شوفونا الصفحة 30 رح نستعرض الحل رح نعتمد على الرسمة اللي موجودة بجهة اليسار على الحل اللي موجودة بجهة اليمين هاي رسمة اللي بدينا نعتمد عليه في المسلس القائم انتبع الحل في المسلس القائم AN زائد واحد BN زائد واحد BN رح ظل لك المسلس بجهة اليسار لاحظ هذا المسلس AN زائد واحد BN زائد واحد BN طول الوتر أكبر من طول أي من الضلعين القائمين هاي قاعدة كلياتنا منعرفة معنى شغرب من الوتر هو AN زائد واحد BN زائد واحد لاحظ هذا أكبر من هذا الضلع القائم واللي هو BN BN زائد واحد طيب عوض المسافات AN زائد واحد BN زائد واحد طولة L ودليلة N زائد واحد والBN BN زائد واحد دليلة واحد معنى طلع معي أول طرف من المتراجح اللي أنا كنت بدي أثبتها لاحظ هذا الطرف طلع معي LN زائد واحد أكبر من الواحد بقي عندي هاي جيها بقي عندي هاي جيها بدي أثبتها بنفس الطريقة خاصة من خواص المسلس القائم اللي نعرفه من صف الثاني الابتدائي طول أي ضلع في المسلس أصغر تماما من مجموعة ضلعين الآخرين تعالوا نرجع على المسلس مرتان أخرى طول أي ضلع في المسلس أصغر من مجموعة ضلعين الآخرين طبعا أنت سهل تكتشف لاحظ من هون أنت بتعين على العلاقة إذا بدك تغش بتعين على العلاقة بتدور الان زاد واحد وين الان زاد واحد ليك معنى أنا بدي انطلق من هذا الضلع إذن او ان زاد واحد بان زاد واحد أصغر من مجموعة ضلعين الآخرين يعني أصغر من بي ان بي ان زاد واحد زاد هذا الضلع الثاني بي ان او ان زاد واحد ليك الحكي مكتوب طب هذا طوله واحد وهذا طوله الان ناقص واحد حطينا نحن على الرسمة وهذا طوله الان زاد واحد بتروح الناقص واحد مع زاد واحد تطلع معنا الجهة الأخرى من المتراجعة طعبة؟ مات اللي طعبة؟ سهلة وهذه تأتي كما هي يعني هذه ثابت هذا التمرين يأتي كما هو إذا يجعك بيجي مساعدة طبعا لأنه موجود نفسه بالكتاب طلب التاني نشوف الطريقة الامتحانية لطرح السؤال طبعا إحنا مضبطين التمرين على طريقة الطرح امتحانية أثبت أن الان زائد واحد وتحت الجزر واحد زائد الان ناقص واحد للتربيع واضح جدا أنه هذا في ثورث حسب في ثورث في المسلس القائم نفس المسلس الصغير بعم نحكي عنه طول الوتر الان زائد واحد هو مجموع مربعي طلعين قائمين تحت الجزر هات وهات مثل عمانة العلاقة مباشرة وهذا الحكي فينا نكتبه أول شي بالرموز بعدين منعوضه طلب الثالث استنتج أن المتتالية متقاربة نعين من الطلب الأول بما أنها متناقصة لاحظ الان زائد واحد أزغر يساوي الان ومحدودة من الأدنى بالعدد واحد فهي متقاربة احصب نهايتها لنا كل متتالية معرفة بالتدريج وانا نحصب نهايتها نحل المعادل fx يساوي x شعن fx بيساوي x هات إذا بدك تفرضه تابع مثلا طبعا في طريقة أسهل هل x بنحطه هون ومنحطه بدل الان فبتطلع x تساوي تحت الجزر واحد زائد الان ناقص واحد للتربية مو الان عفوا x ناقص واحد للتربية ومنحلها لهذه المعادلة وإذا بدنا نكتبها كتابع كل شي قبل اليساوي نسمي fx وكل شي بعد اليساوي على اليمين نسمي x وصير واحد زائد x ناقص واحد للتربية طبعا هذا الحكي كله مكتوب بالحلول لاحظ بين الحل هذه المعادلة بالحل بعملية بسيطة نجد أن النهاية تساوي واحد أي الان نهايتها واحد